موت إخواننا تسعة جزائريين ماتوا من العالقين في تركيا كاشيدا غويني 68 سنة فريدا عرامة 63 سنة رقية بلاليت 52 سنة كمال نادر 41 سنة دكتور حسين جدي 34 سنة يونس بلدية 31 سنة لين داقويتا 26 سنة لمياء جديد 16 سنة والأمين بن يدير سبع سنوات المعلومات التي تقول أن هؤلاء التسعة كانوا ضمن العالقين والتي تعهد تبون أمام العالم أمام الجزائريين قبل شهرين من أنه سيأتي بهم وأنه يومها قال الجمعة هذه يبدأوا يجيبوا فيهم توفوا هؤلاء وتوفوا بأمراض في الغالب كانت عندهم أمراض وكانوا رحوا يعالجوا من أجلها فماتوا بهذه الأمراض في الغالب لأنه تم وليس بالكورونا بالمناسبة لكي لا يجيش الذباب يعلق على الأمور وأن أمراض كانوا رحوا يعالجوا منها أو أصيبوا بها نتيجة للقهر لتعرضوا وللتشريد وللظلم بينما أموال الجزائر تصرف شمالاً ويميناً شرقاً وغرباً على اللي يسحقوا لما يسحقش وأبناءها مرات يموتوا لأنهم لا يجدون أين يبيتون وكثير منهم كان يبيت في العراء لو لا بعض المحسنين بل أن بعضهم باتوا في العراء وشفناهم حتى في الفيديوهات وهذه مسؤولية شخصية لتبون وطبعاً لوزير خارجيته ولوزير داخلييته وللقنصر هناك وللسافر هناك بإذن الله هذه المسؤولية لن تسقط أبداً لأنكم تسببتم في مقتل هؤلاء وأكثرهم كما نعرفه مش أكثرهم الغالبية العظمى من العالقين لديهم جوازات سفر ولديهم تذاكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر